اشتركوا في القناة المجموعة العشرين الافتراضية والتي تعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تحققه من النتائج المثمرة والمبادرات القيمة وما تتميز به من تنظيم متقن على الشكل الأمثل بما يعود بالخير على العالم كما هنأ جلالة الملك المفدى أخاه خادم الحرمين الشريفين على النجاح الكبير لهذه القمة والتي تعقد لأول مرة في المنطقة مما يؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين وقيادته السديدة والمميزة في دعم القضايا العربية والإسلامية والعالمية مشيدا جلالته خلال اللقاء بالإنجازات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في مختلف مجالات العمل الوطني بفضل سواعد أبنائها المخلصين والتي رسخت ريادتها ومكانتها العالمية وأعلت رايتها في المحافل الدولية بالإضافة إلى العمل على تعزيز مكانة البحرين التنافسية وتحقيق الأهداف التنموية بما يلبي تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما استعرض جلالته مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء المبادرات والجهود المتخذة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والحد من انتشار هذه الجائحة والخطوات التي اتخذت لتوفير اللقاح الآمن لفيروس كورونا وحرص جلالته أن يكون متاحا لجميع المواطنين والمقيمين وقد أعرب جلالة الملك المفدى أيده الله عن تمنياته الخالصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بالتوفيق والسداد في مسؤولياته الوطنية لتحقيق تطلعات أبناء وطننا العزيز نحو المزيد من التقدم والازدهار ومتابعته الحثيثة وإدارته الناجحة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا مثنيا جلالته على ما تحقق من نجاحات ومقدرا رعاه الله العطاء المتواصل للكوادر الصحية والجهات المساندة العسكرية والأمنية وكافة الجهات الحكومية